الحقيقة عندنا يعني عدة موضوعات أخرى مهمة حاولت في البداية بس أن أؤكد على ضرورة السؤال أن احنا نطرح على نفسنا وعلى الجميع الحقيقة حتى يتحول هذا السؤال وإحنا ماشيين كده نسمع كل الناس بتسأله وإحنا ليه مش في الجريت عشرين مصر تستحق أن تكون من العشرين الكبار الشهر الماضي أثناء هذا التوقف المؤقت مرض في مصر أحداث كبيرة وهمة تفاعل معها المصريين بشدة ربما كان واحد من الأحداث الهمة جدا اللي أثارت كثير من ردود الفعل هو التغيير الحكوم وإحنا لدينا رأي في هذا التغيير الحكوم أولاً هنقول أراء الآخرين قبل أن نتحدث عن رأينا إحنا رصدنا ردود فعل الآخرين على هذا التغيير الحكومي وردود فعل الآخرين بتقول أن هذا التغيير تأخر كثيراً وكان يجب أن يجري قبل ذلك بفترة طويلة ردود الفعل بتقول أنه ده تغيير جزئي مش تغيير شامل وأنه الناس كانت بتتمنى أن يكون التغيير أوسع من كده بكتير التغيير 12 ل13 وزارة حصل فيها تغيير الناس بتقول أو الآخرين بيقولوا في ردود فعلهم على التغيير أنه التغيير حصل بشكل محدود للغاية وزير التعليم العالي الذي كان قائماً بمهمة وزارة الصحة أصبح وزيراً للصحة ونائبه أصبح وزيراً للتعليم العالي طارق شوق وزير التعليم روح وجي نائبه الدكتور رضا بقى وزيراً للتعليم العام وفي وزارات كثيرة نائب الوزير بقى هو الوزير أو تغييرات محدودة وفي إطار التغييرات المحدودة دي المجموعة الاقتصادية اللي الناس يعني فيه أغلبية كده من عدم الرضا على أداء هذه المجموعة الاقتصادية لم تمس وبقت زي ماي إحنا تعودنا في الحكومات السابقة أنه كل حكومة بيجري فيها تغيير ثم تغيير يعني أنا أتوقع أنه خلال سنة يجري تغييرها قياساً على الحكومات السابقة الحكومة السابقة اللي كان السيد رئيس الوزراء وزيراً فيها شهدت خلال ثلاثة إلى أربع سنوات أربعتاشر تغيير في السنة الأولى غير تسعة وفي السنة الثانية غير ستة ثم غير بعد كده ستة وبالتالي في التغيير الوزاري ده متوقع لكن كما قلت التغيير في الغالب بيكون محدود والتغيير ده يعني مش هو ده اللي بتنتظر الناس طب إحنا لدينا رأي آخر مختلف تماماً فيما يتعلق بالتغيير الوزاري والحكومة وهذا الرأي مش ردد فعل على ما حصل ومش مسألة عاطفية مش إحنا مثلاً عجبنا وزير ولا مش عجبنا وزير شخصة أو غير شخصة إحنا لدينا رأي مختلف ومنذ فترة طويلة منذ ست سنوات لدينا رأي مختلف هذا الرأي بنناه على علاقة التغيير الحكومي بأن تتقدم مصر التغيير الحكومي ده بيساهم أن مصر تتقدم ولا بيخليها مكانها ولا بيأخرها هو ده المعيار اللي بنيس عليه دلوقتي المعيار اللي بنقيس عليه هو أنه كلة أي تغيير حكومي يحصل في الوزارة أو في الحكومة بيأخذ مصر على سكة الجريات 20 العشرين الكبار ولا بيخلي مصر مكانها ولا بيشد مصر الورا ده المعيار اللي بيحكمنا عشان ما يبقاش عندنا ردة فعل عاطفية ولا متشنجة ولا شخصانية يعني بنشقص الأمور بنحب الوزير ده ولا بنكرهه مستلطفينه أو مش مستلطفينه إلى آخره ويبقى ردود فعلنا وقتية وعاطفية ترجمة نانسي قنقر